اليوم ابدأكم بالمقطع يا حبايب نريد أن نزل المقطع على قناة تاب هذا المقطع تنمي نارين بيوتي و شيرين بيوتي باللعب بيلاد وكشف بيه حقائق عن نارين بيوتي و شيرين حقائق كل شي قوية يا حبايب سأضعكم الرابط بالوصف اليوم يجب أن نوصل على 10.000 مشتركة في وجهة شماميك القصص ادخلوا على الرابط واشتركوا عنده مقطع كل شي ناري عن شيرين بيوتي و نارين بيوتي نزلهم ويا بعض الرابط والوصف يا حبايب يا حبايب هذا المقطع راح تعرفون كل شي بالضبط خلني بدي أبو الشي بالولد اللي هو القصدة الولد يا حبايبي هو عائلة تمشيع يب قبل من تتهجمون اسمعوني زين قبل سنة يا حبايب نزلت لكم هذا المقطع شان بعنوان احمد ابو الروب يتهجم على عائلة تمشيع راح تقوم مهم رابط والوصف لحاب انه روح يشوف عمود يتأكد من كلامي وبهذا المقطع شان احمد ابو الروب قاعد يتهجم بي على عائلة تمشيع الاشياء المضحك بالموضوع يحبه بالنفس وممكن نسوي هذا الشي بأحمد أبو الرب ولا حاب يتعكد من كلامي أكثر رابط ووصف همين روح يشوف الحلقة هناك باسم الشخص الثاني اللي هو قصده بالمقطع مالتي يا حبايب واللي هي عائلة تالين تيوب ياب يا حبايب طبعا يقولون شعرها قصير ولكن هي شعرها بالسابق جان طويل فهي لو قصدها بالضبط بالاسم أشخاص اللي حيسئلوني ليش هو قصدها أو ليش هي شي سوت باسم تابق يا حبايب أحمد أبو الرب نزل مقطع على قناته مالتي كان ينتقد بي عائلة تالين تيوب بالمقطع اللي يسووه هو 24 ساعة بالحمام اللي يتذكر هذا المقطع يكتب بالكومنتات بالمقطع صارتسازة بيهم ويهبدهم يعني؟ ولكن غريب الموضوع انه بعد فترة شفتنا انه المقطع انحذف وأحمد أبو الرب يا حبايب المقطع ما لتذكر انه المقطع اللي سوى على هذا الشخص أو البنية هو حذفه ومن نفس الوقت التالي انها مجدتي أكل ممرة للأردن فواضح انه هذا الشي صار بيه فكتبنا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر؟ بالنسبة لي قصد انه نارين بيوته هي المقصودة لا يا حبايب نارين بيوته هي مرفعة قضية حتى شيروا يا حبايب بالمقطع اللي سوى على أحمد أبو الرب ذكر انه هو كان يقدر يرفع قضية ولكن مرفعه قضية فياب يا حبايب وبس والله هنا وصلت المقطع اللي تسوين شوفوا المقطع غيرت بالوصف بفضائح والشغرة فيه عن نارين بيوته وشيرين روح شوفوا يا حبايب بالوصف مقطع ناري بس مع السلامة